مساء الخير إلى مربع لا صلى للبحث عادت الأمور غداة المحاولة الرابعة لتأليف الحكومة وهذا ما أكدته بالوجه الشرعي البيانات التي صدرت بعد اللقاء عنب عبدى والسرائي حال المراوحة تضع الملف برمته أمام أسبوع سيكون الأخير للحسم قبل دخول البلاد في مهلة الستين يوما الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ووفق ما توافر من معلومات فإن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي طرح على رئيس الجمهورية ميشيل عون ابقاء حكومة تصريف الأعمال مع إدخال تعديل يطال وزارتين فقط وجرى نقاش حول من يسمي الوزيرين الجديدين في المقابل تمسك عون بتوسعة الحكومة لتصبح ثلاثينية مع إضافة ستة وزراء سياسيين وهنا أيضا برزت عقدة من يسمي الوزراء المسيحيين من ضمن الستة علما أن ميقاتي لم يبدو متحمسا لهذا الطرح في الأساس موسيقى موسيقى